أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من عام 2023 خلفت 39 مليون طن من الأنقاض بما يعادل 107 كيلو جرامات من الأنقاض لكل متر مربع في القطاع جاء ذلك في تقرير نشره البرنامج الأممي بشأن الأثر البيئي للهجمات الإسرائيلية على غزة ليست مجرد سارقة وطن كامل لعقود وتمص ماضيه وتدمير حاضره بل تكتمل ملامح المأساة إلى المستقبل الغامض الذي ينتظر قطاع غزة ليس فقط بسبب تعامد قوات الاحتلال استهداف النساء والأطفال للإجهاز على المستقبل بل هو تهديد مباشر لصحة ما تبقى من أجيال قادمة فبرغم العوائق التي فرضتها قوات الاحتلال لأي جهة تحاول أن تتقص الحقائق تمكنت أنشطة الأمم المتحدة في أرض الميدان من بس معلومات تفيد بأن الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي خلفت تسعة وثلاثين مليون طن من الأنقاض ما يعادل مئة وسبعة كيلو جرامات من الأنقاض لكل متر مربع في غزة مما له أثر بيئي مخيف على تلوث الهواء والماء والتربة التي من المفترض أن تكون بيئة نظيفة صالحة لزراعة المحاصيل إلى جانب حياة الناس على أطلال وركام بهوتهم لما اتوغل الاحتلال نزحنا إلى المواصي خان يونس وسكننا في خيام هناك تقريبا ما يقارب خمس شهور وإحنا نزحين في الخيام ما بعد ذلك انسحب الجيش الإسرائيلي ورجعنا لما نرجعنا لقنا هذا الضمار الهائل اللي هو بيتنا وبيت أولادي كلهم بيت ابن الشهيد اللي هو نائل وبيت ابن محمد النصاب وبيت أولادي جينا رقدنا فوق الضمار كان حجم الضمار هائل جدا معاناة معاناة في الشي بنية تحتية في الشي مياه في الشي اتصالات في الشي تواصل وبنظرة حزينة لما تعمد جيش الاحتلال من تلويسه نجد أن التربة الزراعية والمياه وحتى مياه البحر اختلطت بالصرف الصحي الذي انهارت منظومته مثل باقي البنية التحتية التي تعهدتها قوات الاحتلال بالتدمير المتعمد ومما يفاقم من حجم الكارثة ذلك الحديث المتناسر عن أن تلك الأنقاض تحتوي على ذخائر لم تنفجر بعد مما يهدد حياة الذين حالفهم الحظ بالنجاة من القصف لتتلقفهم القزائف المدفونة بين الركام رئيس برنامج الأمم المتحدة لأعمال الألغام بيهر لود هامر قال إن رفع تلك الأنقاض فقط مجرد رفعها يستغرق 14 عاماً بفرض 100 شاحنة يومياً وأضاف أنه ما لا يقل عن 10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في العدوان الإسرائيلي على غزة لم تنفجر وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث فالأنقاض لانتشال جسس الشهداء وللعمال المكلفين بإزالة الأنقاض ويمكن القول إنه في الإجمال فإن الناجين من القصف والمجاعة والأمراض والأوبئة والإصابات والعطش سيواجهون جريمة أخرى إسرائيلية جديدة وهي المحاصيل والمياه الملوسة والموت المخبأ تحت ركام منازلهم ولا عزاء للشعب الصامد الذي فضل العيش في بيوتهم المنهدمة على الارتحال لمكان آخر ولا غرابة في ذلك فهم الشعب صاحب الأرض موسيقى اشتركوا في القناة